اشتركوا في القناة ومميز يحمل معنى هام وذو قيمة مميزة وعلى هذا يوجد الكثير من أسماء الأولاد الخفيفة والعصرية وتتمثل في مجموعة من الأسماء التي سنقوم بذكرها في هذه الحلقة لكن قبل الخوض في التفاصيل أدعوكم مشاهدين الكرام للضغط على الزر الإعجاب والزر الإشراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد من هذه الأسماء نذكر الآتي اسم تميم وتعني الرجل ذو الخلق اسم أبسم باسم وبسام كل هذه الأسماء تحمل معنى واحد وهو الشخص دائم الابتسامة اسم ملهم اسم ولد يعني الدل على فعل الخير اسم فاهد اسم على وزن فاعل ويقصد به الشخص الذي يقوم بأشياء جميلة للآخرين اسم تيمور اسم جميل ومميز وهو من أحد أسماء الملوك القدماء اسم ذاكر اسم ولد مميز ويعني كثير الذكر اسم حبيب ويعني الشخص المحبوب من الجميع اسم صفوان يقصد به صخر الأملس اسم كريم وهو اسم مأخوذ من صفة الكرم ويعني الشخص المعطاء اسم زهير اسم ولد وهو نوع من أنواع شجر المتفتح اسم ضرغام اسم مميز من أسماء الأسد ويقصد بها الشجاع اسم ريان ويعني الرطبة أو المرتوي بعد عطش شديد اسم هارون اسم جميل يعني الجبل ومن الممكن أن يكون اسم هر مشتق من القطة اسم رضوان ويعني شخصا دائما رضا والقناعة اسم باسل ويقصد به الرجل الشجاع اسماء أولاد جميلة من الجنة يبحث بعض الآباء والأمهات على أسماء أولاد خفيفة النطق وتحمل في داخلها أثرا جيدا في النفوس ويكون لها معنى في الدين الإسلامي وذو قيمة عند العرب ومن هذه الأسماء نذكر ما يلي اسم جبريل اسم الملك الموكل بنزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسم إسلام اسم ولد يدل على دين الإسلام اسم محمود اسم مفعول يدل على الحمد اسم أدهم اسم ولد يقصد به الفرس الأسود اسم آمين اسم ولد يدل على الأمانة اسم بلال يقصد به الشيء المبلل أو الرطب الندى وهو اسم مؤذن الرسول سيدنا بلال بن رباح اسم مصطفى ويعني الإصطفاء والاختيار وهي صفة نسبت إلى نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم اسم مالك اسم ولد جميل ومميز وهو من أسماء الله عز وجل اسم جاسر ويعني الشخص الشجاع الذي لا يخاف من أي شيء تتنوع أسماء أولاد خفيفة نطق وفخمة في نفس الوقت والتي يمكنك اختيارها كي تكون اسما مميزا وجميلا لابنك القادم ومن هذه الأسماء نذكر التالي اسم كرم كثير العطاء بطيب خاطر اسم نوح تعني كثير البكاء والصراخ والنواح على شيء غالي وثمين وهو اسم نبي الله نوح عليه السلام اسم سيف اسم ولد جميل يعني السلاح الحد الذي صنع من الحديد اسم زيد يعني الزيادة والعطاء والخير اسم زين يقصد به الشخص صاحب جمال الشكل والأخلاق اسم عمر وتعني طويل العمر وهو اسم أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسم علي تعني علو الشأن والمكانة وهو اسم علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اسم سعد ويعني السعادة والسرور والفرح اسم باهي وتعني الجمال أو البهاء بشيء ما أسماء أولاد مميزة من ثلاث حروف ترغب العديد من الأمهات في اختيار أسماء أولاد خفيفة النطق وتتكون من ثلاث حروف كي يسهل نطقها على اللسان بكل سهولة ومن أبرز هذه الأسماء اسم نوط الوضوح والشفافية أو الضوء اسم نجم اسم النجم في القرآن الكريم ويعني البارقة واللمعان اسم يزن يقصد به المساواة والعدل في الحكم والاستقامة كما يشير إلى قوة التحمل اسم فهد اسم من أسماء الحيوانات البرية ويعني السرعة والخفة والقوة اسم سيف يقصد به سلاح أبيض كان يستخدم في الحروب قديما ويعني القوة والشجاعة اسم شارف هو شخص عالي الشأن وشريف القوم اسم عمر يعني العمر الطويل المديد له ويعني اسم عمر أيضا من المعمر في الحياة اسم ليث هو اسم من أسماء الأسد ويعني القوة والهيبة اسم قصي اسم ولد جميل معناه البعيد ويأتي بمعنى النسب أيضا اسم كرم اسم يعني الفضل والسخاء والجود ويقصد به الشخص صاحب الكرم والعظمة أو العطاء اسم مجد اسم ولد يعني العديد من المعاني الهمة منها العزة والرفعة النبل والمروءة الكرم والشرف الواسع اسم هود اسم نبي جاء لقوم عاد وهو حفيد سيدنا نوح عليهما السلام اسماء أولاد نادرة يهتم معظم الآباء أن يحمل اسم مولودهما الذكر نفس اسم الجد أو العم وهذا تعبيرا بمدى الحب والتقدير لهم على الرغم من أنها نادرة ولم تعد رائجة بين الناس وتتمثل هذه الأسماء فيما يلي اسم أبيل تعني الفرض الذي لا يرى في ضوء الشمس لتوهج وشدة جماله اسم أديب وهو التمسك بالأخلاق الحميدة اسم شاهين وهو نوع من أنواع الطيور الجارحة اسم راشد وهو الشخص الذي يقول الحق اسم عاصم ويعني المانع والحامي اسم خاطر وهو ما يدور في العقل اسم صفوان ويعني الصخرة الناعمة والأملس اسم خليل وهو ذلك الصديق الوفي اسم هاشم ويعني الذكي اللماح اسم سلمان وهو الخالي من العيوب وأخيرا اسم حسون طائر ذو صوت عذب قدمنا لكم أعزائنا المشاهدين أسماء أولاد خفيفة النطق للسنة الجديدة ويسعدنا تلقي كافة التساؤلات حول أحدث أسماء الإناث والذكور من خلال التعليق أسفل هذا الفيديو كما أدعوكم للإعجاب بالفيديو والإشراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد ألقاكم في حلقات جديدة من قناتكم معاني الأسماء دمتم بكل الحب والخير والسعادة عزيزي المشاهد إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فأدعوك للإشراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره شكرا وإلى اللقاء